قال حدثنا سفيان أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوءه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوط فاه بالسواك أخبرنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا غيلان بن جرير عن أبي موسى قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول أخبرنا عمر بن علي حدثنا يحيا وهو ابن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاه فكلاهما سأل العمل قلت والذي بعثك بالحق نبيا ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته فلصت فقال إنا لا أو لن نستعين على العمل من أراده ولكن اذهب أنت فبعثه على اليمن ثم أردثه معاذ بن جبل رضي الله عنهما أخبرنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب أخبرنا حميد بن مسعدة وعمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكثرت عليكم في السواك أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مارك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس عن بسعر عن المقدام وهو ابن شريع عن أبيه قال قلت لعائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس الإختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط أخبرنا يا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستحداد والختام أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار وأخذ الشارب أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن حمضلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطرة قص الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا عبيدة بن حميد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ شاربه فليس منا أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر هو ابن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خص الشارب وتقديم الأظفار وحلق العانة ونكثي الإبط أن لا نترك أكثر من أربعين يوما وقال مرة أخرى أربعين ليلة أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيا هو ابن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحف الشوارب وأعف اللحا أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا بن سعيد قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عمير بن يزيد قال حدثني الحارث بن فضيل وعمارة بن خزيمة بن ثاب عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجة أبعد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس قال أنبأنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم فبال قائمة فتنحيت عنه فدعاني وكنت عند عقبي حتى فرغ ثم توضأ ومسح على خفين أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن راثع بن إسحاق أنه سمع أبا أيوب الأنصاري وهو بنصر يقول والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرائيس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها أخبرنا محمد بن بنصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا يستدبروها لغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا غندر قال أنبأنا معمر قال أنبأنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولكن ليشرق أو ليغرب أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال لقد ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته أخبرنا يحيى بن درست قال أنبأنا أبو إسماعيل وهو القناد قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتاد تحدث عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه أخبرنا هنال بن السري عن وكيع عن هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخناء فلا يمس ذكره بيمينه أخبرنا مؤمل بن هشام قال أنبأنا إسماعيل قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى ثباطة قوم فبال قائما أخبرنا محمد بن بشار قال أنبأنا محمد قال أنبأنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل أن حذيفة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى ثباطة قوم فبال قائما أخبرنا سليمان بن عبيد الله قال أنبأنا بهز قال أنبأنا شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى ثباطة قوم فبال قائما قال سليمان في حديثه ومسح على خفي ولم يذكر منصور المسح أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا أخبرنا هناد بن السريح عن أبي معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسن قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها فقال بعض القوم انظروا يبول كما تبول المرأة فسنعه فقال أوما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره أخبرنا هناد بن السريح عن وكيع عن الأعمش قال سمعت بجهدا يحدث عن طاوس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستنزه من بوله وأما هذا فإنه كان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه باءتين فغرس على هذا واحد وعلى هذا واحد ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا فالفه منصور رواه عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر طاوس أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرتني حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رقيقة قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من أيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير أخبرنا عمر بن علي قال أنبأنا أزهر أنبأنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليقول فيها فانخنثت نفسه وما أشعر فإلى من أوصى قال الشيخ أزهر هو ابن سعد السمان أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في جحر قالوا لقتادة وما يكره من البول في الجحر قال يقال إنها مساكن الجن أخبرنا قطيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا ابن المبارك عن معمر عن الأشعف بن عبد الملك عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا زيد بن الحباب وقبيصة قال أنبأنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ ابن معاذ قال أنبأنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب أحدكم بعضم أو روث أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيا يعني ابن سعيد عن محمد بن عجلان قال أخبرني القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستخبر القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجي بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال له رجل إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة قال أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائق أو بول أو نستنجي بأيماننا أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيت بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس قال أبو عبد الرحمن الركس فعام الجن أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمرت فأوتر أخبرنا أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازن عن أبيه عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطد بها فإنها تجزي عنه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر قال أنبأنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة أنها قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال أنبأنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إناءه وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه أخبرنا عمر بن علي وشعيب بن يوسف واللفظ له عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال المشركون إنا لنرى صاحبكم يعلمكم الخراءة قال أجل نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه ويستقبل القبلة وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض أخبرنا أحمد بن الصباح قال حدثنا شعيب يعني ابن حرب قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال حدثنا إبراهيم بن جرير عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى الحاجة ثم قال يا جرير هاتي طهورا فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض قال أبو عبد الرحمن هذا أشبه بالصواب من حديث شريك والله سبحانه وتعالى أعلم أخبرنا هنال بن السري والحسين بن حريث عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقام عليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه ولما فرغ دعا بدلو فصبه عليه قال أبو عبد الرحمن يعني لا تقطعوا عليه أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيدة عن يحيى بن سعيد عن أنس قال بال أعرابي في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فصب عليه أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنسا يقول جاء أعرابي إلى المسجد فباذ فصاح به الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتركوه فتركوه حتى بال ثم أمر بدلو فصب عليه أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزعي عن محمد بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس قال حدثنا عرف عن محمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه قال عوف وقال خلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه قال أبو عبد الرحمن كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلم أن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار أخبره أنه سنع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفن توضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته أخبرنا أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيها فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراء قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوغ الأبيض من الدنس اللهم ارسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد أخبرنا إسحاق ابو إبراهيم قال أن بأنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ارسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال شهدت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت فسمعت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أخبرنا أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريت أخبرني زياد بن سعد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريت أخبرني زياد بن سعد أنه أخبره هلال بن أسامة أنه سمع أبا سلمة يخبر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرق ثم ليغسله سبع مرات قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تاب علي بن مسهر على قوله فليرق أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاع عن كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل عليها ثم ذكرت كلمة معناها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال أتانا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رس أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه حيث وضعت وأنا حائد وكنت أشرب من الإناء فيضع فاه حيث وضعت وأنا حائد أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معا قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن بن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضعون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها أخبرت أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد أخبرنا أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضع بمكوك ويغتسل بخمس مكاكي أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ثم ذكر فلمة معناها حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت عباد بن تميم يحدث عن جدتي وهي أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد قال شعبة فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدكهما ويمسح أذنيه باطنهما ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد والحارث بن نسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن أبي القاسم حدثني مالك وأخبرنا سليمان بن منصور قال أنبأنا عبد الله بن المبارك واللفظ له عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا ماء فأتي بتور فأدخل يده فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه ويقول حي على الطهور والبركة من الله عز وجل قال الأعمش فحدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ قال 1500 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت وقتاب عن أنس قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في الماء ويقول توضأوا بسم الله فرأيت الماء يخرج من بين أصابعك حتى توضأوا من عند آخرهم قال ثابت قلت لأنس كم تراهم قال نحوا من سبعين أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب عن مالك ويونس وعمر بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أنه سمع أباه يقول سكبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توضأ في غزوة تبوك فمسح على الخفين قال أبو عبد الرحمن لم يذكر مالك عروة بن المغيرة أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيا عن سفيان قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا الأوزاعي قال حدثني المطلب بن عبد الله بن حمطب أن عبد الله بن عمر توضأ ثلاثا ثلاثا يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري عن بشر بن المفضل عن ابن عون عن عامر الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة وعن محمد بن سيرين عن رجل حتى رده إلى المغيرة قال قال أفرغت عليه فغسل يديه ووجهه وذهب ليغسل ذراعيه وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه وذراعيه وذكر من ناصيته شيئا وعمامته شيئا قال ابن عون لا أحفظ كما أريد ثم مسح على خفين ثم قال حاجتك قلت يا رسول الله ليست لي حاجة فجئنا وقد أمى الناس عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة من صلاة الصبح فذهبت لأوذنه فنهاني فصلينا ما أدركنا وقضينا ما سبقنا أخبرنا حميد بن مسعد عن زفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أوس ابن أبي أوس عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استوكف ثلاثة أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثة فغسل عوما ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه اليمنى إلى المرفق ثلاثة ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثة ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان هو ابن سعيد بن كثير ابن دينار الحمصي عن شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل من رجليه ثلاث مرات ثم قال فعيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوء هذا ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه بشيء غفر الله له ما تقدم من ذنبه أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد وحدثنا الحسين بن عيسى عن مهن عن مالك عن أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير وأنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغي الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخبرنا قتيبة عن مالك وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن منصور عن هلال بن يساق عن سلمة بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فاستنثر وإذا استجمرت فأوتر أخبرنا محمد بن ذنبور المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله أن محمد بن إبراهيم حدثه عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع به وقد صلى ما يريد إلا ليعلمنا فأتي بإناء فيه ماء وطص فأفرغ من الإناء على يديه فغسلها ثلاثا ثم تمطمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ به الماء ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا ويده الشمال ثلاثا ومسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله وهو ابن المبارك عن شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه أتي بكرسي فقعد عليه ثم دعا بتور فيهما فكفأ على يديه ثلاثا ثم مطمض واستنشق بكف واحد ثلاث مرات وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا وأخذ من الماء فمسح برأسه وأشار فعبة مرة من ناصيته إلى مؤخر رأسه ثم قال لا أدري أردهما أم لا وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره وقال عبد الرحمن هذا خطأ والصواب خالد بن علقمة ليس مالك بن عرفطة أخبرنا عمر بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثني شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير قال شهدت علي دعا بكرسي فقعد عليه ثم دعا بماء في طور فغسل يديه ثلاثا ثم مضمض واستنشق بكف واحد ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثلاثا ثم غمس يده في الإناء فمسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال من سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوءه أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي قال أنبأنا حجاج قال قال ابن جريج حدثني شيبة أن محمد بن علي أخبره قال أخبرني أبي علي أن الحسين بن علي قال دعاني أبي علي بوضوء فقربته له فبدأ فغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخله ما في وضوءه ثم مضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى كذلك ثم مسح برأسه مسحة واحدة ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ثم اليسرى كذلك ثم قام قائما فقال ناولني فناولته الإناء الذي فيه فضل وضوءه فشرب من فضل وضوءه قائما فعجبت فلما رآني قال لا تعجب فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما رأيتني صنع يقول لوضوءه هذا وشر بفضل وضوءه قائما أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حي وهو ابن قيس قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف طهور النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن سلم والحارث بن نسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو جد عمر بن يحيى هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ لمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاء ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه أخبرنا عطبة بن عبد الله عن نالك هو بن أنس عن عمر بن يحيا عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمر بن يحيا هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يده اليمنى فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبره بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاء ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمر بن يحيا عن عبد الله بن زيد الذي أري النداء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح برأسه مرتين أخبرنا الحسين بن حريف قال حدثنا الفضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن قال أخبرني عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب قال أخبرني أبو عبد الله سالم سبلان قال وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره فأردتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فتمضمضت واستنثرت ثلاثا وغسلت وجهها ثلاثا ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم أمرت يديها بأذنيها ثم مرت على الخدين قال سالم كنت آتيها مكاتبا ما تختفي مني فتجلس بين يدي وتتحدث معي حتى جئتها ذات يوم فقلت ادعوني بالبركة يا أم المؤمنين قالت وماذا قلت اعتقني الله قالت بارك الله لك وأرخت الحجاب دوني فلم أرها بعد ذلك اليوم أخبرنا الهيثم بن أيوب الطالقاني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ثم تمطمض واستنشق من غرفة واحدة وغسل وجهه وغسل يديه مرة مرة ومسح برأسه وأذنيه مرة قال عبد العزيز وأخبرني من سمع ابن عجلان يقول في ذلك وغسل رجلي أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة فمطمض واستنشق ثم غرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى أخبرنا قتيبة وعتبة بن عبد الله عن ماذك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أزفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أفار الرجلي ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له قال قطيبة عنصنا بحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش وأنبأنا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار وأخبرنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجراء عن طلق بن غنام قال حدثنا زائدة وحفظ بن غيات عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازف عن بلال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلاد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخمار والخفة أخبرنا عمر بن علي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح ناصيته وعمامته وعلى الخفين قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه أخبرنا عمر بن علي وحميد بن مسعد عن يزيد وهو ابن ذريع قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ماء فأتيته بمضخرة فغسل يديه وغسل وجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه وضاق كم الجبة فألقاه على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفه أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال أخبرني عمر بن وهب الثقافي قال سمعت المغيرة بن شعبة قال خصلتان لا أسأل عنهما أحدا بعدما شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا معه في سفر فبرز لحاجته ثم جاء فتوضى ومسح بناصيته وجانبي عمامته ومسح على خفه قال وصلاة الإمام خلف الرجل من رعيته فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فحضرت الصلاة فاحتبس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقاموا الصلاة وقدموا ابن عوف فصلى بهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصلاة فلما سلم ابن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ما سبق به أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن شعبة وأنبأنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ويل للعقب من النار أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان وأنبأنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان والنفذ له عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيا عن عبد الله بن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضأون فرأى أعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الأشعة قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعليه وترجله قال شعبة ثم سمعت الأشعة بواسط يقول يحب التيامن فذكر شأنه كله ثم سمعته بالكوفة يقول يحب التيامن ما استطاع أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو جعفر المدني قال سمعت بن عثمان بن حنيف يعني عمارة قال حدثني القيسي أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتي بما فقال على يديه من الإناء فغسلهما مرة وغسل وجهه وذراعيه مرة مرة وغسل رجغيه بيمينه كلتاهما أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير وكان يكنى أبا هاشم وأنبأنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأسبغ الولوء وخلل بين الأصابع أخبرنا محمد بن آدم عن ابن أبي زائدة قال حدثني أبي وغيره عن أبي إسحاق عن أبي حية الوادعي قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه ثلاثة وتمضمض واستنشق ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريسى عن عبيد الله ومالك وابن جريج عن المقبري عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر رأيتك تلبس هذه النعالة السبتية وتتوضأ فيها قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها أخبرنا قطيبة قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير بن عبد الله أنه توضأ ومسح على خفه فقيل له أتمسح فقال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير وكان إسلام جرير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن جعفر بن عمر بن أمية الضمري عن أبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم وسليمان بن داود واللفظ له عن ابن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الأسواق فذهب لحاجته ثم خرج قال أسامة فسألت بلالا ما صنع فقال بلال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم صلى أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع والنفذ له عن ابن وثب عن عمر بن الحارث عن أبي النظر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين أخبرنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي النظر عن أبي سلمة عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين أنه لا بأس به أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فلما رجع تلقيته بإداوة فصبقت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليفسل ذراعيه فضاقت به الجبة فأخرجهما من أسفل الجبة فغسلهما ومسح على خفين ثم صلى بنا أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيا عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت إسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت حمزة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال تخلف يا مغيرة وانضوا أيها الناس فتخلفت ومعي إداوة من ماء ومضى الناس فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته فلما رجع ذهبت أصب عليه وعليه جبة رومية ضيقة الكمين فأراد أن يخرج يده منها فضاقت عليه فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفين أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسار قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالي أخبرنا أحمد بن سليمان الرهوي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري ومالك بن مغول وزهير وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيين عن عاصم عن زر قال سألت صفوان بن عسار عن المسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن عمر بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح أخبرنا هلناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت ائتي علي فإنه أعلم بذلك مني فأقيت علي فسألته عن المسح فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أخبرنا عمر بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة قال رأيت علي رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر أتي بتور من ماء فأخذ منه كفا فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم أخذ فضله فشرب قائما وقال إن ناسا يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا وضوء من لم يحدث أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمر بن عامر عن أنس أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء صغير فتوضى قلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة قال نعم قال فأنتم قال كنا نصل الصلوات ما لم نحدث قال وقد كنا نصل الصلوات بوضوء أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليك عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقال ألا نأتيك بوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى وصلوات بوضوء واحد فقال له عمر فعلت شيئا لم تكن تفعل قال عمدا فعلته يا عمر أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن منصور عن مجالد عن الحكم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا ووصف شعبة نضح به فرجة فذكرته لإبراهيم فأعجب قال الشيخ بن السني الحكم هو بن سفيان الثقافي رضي الله عنه أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا الأحوص بن جواب حدثنا عمار بن رزيق عن منصور وأنبأنا أحمد بن حرب قال حدثنا خاسم وهو بن يزيد الجرمي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجة قال أحمد فنضح فرجة أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي حية قال وعيت علي رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قام فشرب فضل وضوئ وقال صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن أبي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وأخرج بلال فضل وضوئ فابتدره الناس فنلت منه شيئا وركزت له العنزة فصلى بالناس والحمر والكلاب والمرأة يمرون بين يدي أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعت بن المنكبر يقول سمعت جابرا يقول مردت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني فوجداني قد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوء أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي المليح عن أبي قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبر الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو جهضم قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنا جلوسا إلى عبد الله بن عباس فقال والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة أشياء فإنه أمرنا أن نسبر الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا ننزي الحمر على الخير أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبع الوضوء أخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الرحمن عن عاصم بن سفيان التقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر فقال عاصم يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربع غفر له ذنبه فقال يا ابن أخي أدلك على أيسر من ذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل أكذلك يا أقبة قال نعم أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران بن أبان أخبر أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن أخبرنا قتيبة عن مارك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان أن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحفل وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا الليث هو بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح قال أخبرني أبو يحيى تليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة نعيم بن زياد قالوا سمعنا أبا أمامة الباهدي يقول سمعت عمر بن عبسة يقول قلت يا رسول الله كيف الوضوء قال أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك فإذا مضمط واستنشقت من خريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت رأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك فإن أنت وضعت وجهك لله عز وجل خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك قال أبو أمامة فقلت يا عمر بن عبسة انظر ما تقول أكل هذا يعطى في مجلس واحد فقال أما والله لقد كبرت سني ودنى أجلي وما بي من فقر فأكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولني وأبي عثمان عن عقبة بن عامر الجهني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبدوه ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء أخبرنا قتيبة عن خلف وهو ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة وكان يغسل يديه حتى يبلغ إبطيه فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء فقال لي يا بني فروخ أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء أخبرنا ختيبة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل بهم دهم ألا يعرف خيله قالوا بلى قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة أخبرنا هنال بن السري عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن قال قال علي كنت رجلا مذاء وكانت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتي فاستحييت أن أسأله فقلت لرجل جالس إلى جنبي سله فسأله فقال فيه الوضوء أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عن علي رضي الله عنه قال قلت للمقداد إذا بنى الرجل بأهله فأمذى ولم يجامع فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فإني أستحي أن أسأله عن ذلك وابنته تحتي فسأله فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ وضوءه للصلاة أخبرنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء عن عائش بن أنس أن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنته عندي فقال يكفي من ذلك الوضوء أخبرنا عثمان بن عبد الله قال أنبأنا أمية قال حدثنا يزيد بن زريع أن روح بن القاسم حدثه عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن إياس بن خليفة عن رافع بن خديج أن علي أمر عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدي فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ أخبرنا عطبة بن عبد الله الملوزي عن مالك وهو بن أنس عن أب النطر عن سليمان بن يسار عن المغداد بن الأسود أن علي أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المدي من أجل فاطمة فأمرت المغداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد حدثنا شعبة عن عاصم أنه سمع الزر بن حبيش يحدث قال أتيت رجلا يدعى صفوان بن عسال فقعدت على بابه فخرج فقال ما شأنك قلت أطلب العلم قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقال عن أي شيء تسأل قلت عن الخفين قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا أن لا ننزعه ثلاثا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم أخبرنا عمر بن علي وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن عاصم عن زر قال قال صفوان بن عسال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا أن لا ننزعه ثلاثا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم أخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهريع وأخبرني محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا الزهريع قال أخبرني سعيد يعني ابن المسيب وعباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا أخبرنا إسماعيل بن مسعود وحميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده أخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الواهف عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعسى الرجل وهو في الصلاة فلينصرف لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري أخبرنا هارون بن عبد الله حدثنا معن أنبأنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال أنبأنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان من مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضع أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب عن زهري قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن عمر بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه يتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه الرجل في يده فأنكرت ذلك وقلت لا وضوء على من مسه فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتوضأ منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوضأ من مس الذكر قال عروة فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلا من حرسه فأرسله إلى بسرة فسألها عما حدثت مروان فأرسلت إليه بسرة بمثل الذي حدثني عنها مروان أخبرنا هناد عن ملازم قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة قال وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال أنبأنا ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيا عن عبيد الله قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة قال لقد رأيتموني معطرضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضمنتها إلي ثم يسجد أخبرنا قتيبة عن مالف عن أبي النظر عن أبي سلمة عن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد رمزني فخبطت رجلي فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابير أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ونصير بن الفرج واللفظ له قالا حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة ربي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من صخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال أخبرني أبو روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضى قال أبو عبد الرحمن ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا وقد روى هذا الحديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قال يحيى القطان حديث حبيب عن عروة عن عائشة هذا وحديث حبيب عن عروة عن عائشة تصلي وإن قطر الدم على الحصير لا شيء أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا إسماعيل وعبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارث عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد يعني ابن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عبد الله بن قارث أخبره أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن بكر وهو بن مضر قال حدثني أبي عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن محمد بن مسلم عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارث قال رأيت أبا هريرة يتوضأ على بحر المسجد فقال أكلت أثوار أقط فتوضأت منها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مست النار أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبد الصند بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن حسين المعلم قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي أنه سمع المطلب بن عبد الله بن حنطب يقول قال ابن عباس أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا لأن النار مست فجمع أبو هريرة حصن فقال أشهد عدد هذا الحصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمر بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست مست النار أخبرنا عمر بن علي ومحمد بن بشار قال أنبأنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمر بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمر قال محمد القاري عن أبي أيوب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما غيرت النار أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله قال حدثنا حرمي وهو ابن عمار بن أبي حفصة قال حدثنا شعبة عن عمر بن دينار قال سمعت يحيى بن جعدة يحدث عن عبد الله بن عمر القاري عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوضأوا مما غيرت النار أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمار قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن ابن شهاب عن ابن أبي طلحة عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا توضأوا مما أنضجت النار أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد قال حدثنا الزبيدي قال أخبرني الزهري أن عبد الملك بن أبي بكر أخبره أن خارجة بن زيد بن ثابت أخبره أن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس بن شريق أن أخبره أنه دخل على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فسقط كسويقا ثم توضأ يا ابن أختي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر بن ربيع عن بكر بن سواد عن محمد بن مسلم بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت له وشرب سويقا يا ابن أختي توضأ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن زينب بنت أم سلم عن أم سلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفا فجاءه بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار قال دخلت على أم سلم فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم وحدثنا مع هذا الحديث أنها حدثت أنها خربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشوية فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوقع أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني محمد بن يوسف عن ابن يسار عن ابن عباس قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما ثم قام إلى الصلاة ولم يتوقع أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبر أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصفاء وهي من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤتى إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فتمضمض وتمضمضنا ثم صلى ولم يتوضى أخبر لا ختيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض ثم قال إن له دسم أخبرنا عمر بن علي قال حدثني يحيا قال حدثنا سفيان عن الأغر وهو ابن الصباح عن خليفة بن حسين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول إن ثمامة بن أثال الحنفي انطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر مختصر أخبرنا يا محمد بن المثنى عن محمد قال حدثني شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال إن أبا طالب مات فقال اذهب فواره قال إنه مات مشركا قال اذهب فواره فلما واريته رجعت إليه فقال لي اغتسل أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت الحسن يحدث عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني قال حدثني عبد الله بن يوسف قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أشعة بن عبد الملك عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعابها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب أشعة عن الحسن عن أبي هريرة وقد روى الحديث عن شعبة النضر بن شميل وغيره كما رواه قالت أخبرنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر واللفظ لقتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الركين بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت المذي فانسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة وإذا فضخت الماء فانسل أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أنبأنا عبد الرحمن عن زائدة وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له أنبأنا أبو الوليد حدثنا زائدة عن ركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيت المذي فتوض واغسل ذكرك وإذا رأيت فاضخ الماء فاغتسل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة قال حدثنا سعيد عن قتاد عن أنس أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال إذا أنزلت الماء فالتغتسل أخبرنا كثير ابن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرت أن أم سليم كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة جارسة فقالت 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 يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق أرعيت للمرأة ترى في النوم ما يرى الرجل أفتغتسل من ذلك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت عائشة فقلت لها أف لك أو ترى المرأة ذلك فلتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك فمن أين يكون الشبه أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا يحيا عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلم عن أم سلم أن امرأة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلم قال نعم إذا رأت الماء فضحكت أم سلم فقالت أتحتلم المرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما يشبهها الولد أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن شعبة قال سمعت عطاء القرساني عن سعيد بن المسيد عن خولة بنت حكيم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها فقال إذا رأت الماء فلتغتسر أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن عمر عن عبد الرحمن بن السائد عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء أخبرنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد قال حدثنا سعيد عن قتاد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما سبق كان الشبه أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله العدوي قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني هشام بن عروة عن عروة عن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها تستحاط فزعمت أنه قال لها إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا سهل بن هاشم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش سبع سنين فاشتكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي ثم صلي أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني النعمان والأوزاعي وأبو معيد وهو حفظ بن غيلان عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن بن عوف وهي أخت زينب بنت جحش فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة وتصلي وكانت تغتسل أحيانا في مركن في حجرة أختها زينب وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن حمرة الدم لتدد لتعل لتعل الماء وتخرج فتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يمنعها ذلك من الصلاة أخبرنا محمد بن سلم قال حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أن أم حبيبة ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيطة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني استحاض فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي وصلي فكانت تاغتسل لكل صلاة أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم قالت عائشة رضي الله عنها رأيت مركنها من آن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اختسلي أخبرنا قتيبة قتيبة مرة مرة أخرى ولم يذكر جعفر أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة تعني أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر ثم تصلي أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثني أبي عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت لا تطهر فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش كانت تستحاض سبع سنين فسألت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضة إنما هو عرق فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي فكانت تغتسل عند كل صلاة أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرأك فلا تصلي فإذا مر قرأك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرأ هذا الدليل على أن الأقراء حيض قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة ووكيع وأبو معاوية قالوا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت صاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة استحاض فلا أطهر أفأدعو الصلاة قال لا إنما ذلك عفق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلني أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها أنه عرق عاند فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مرها أن تغتسل وتهل أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن محمد وهو ابن عمر بن علقمة ابن وقاص عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تفتحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي من حفظه قال حدثنا محمد بن عمر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاقمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي والله تعالى أعلم أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أقهر أفأدع الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة قيل له فالغسل قال ذلك لا يشك فيه أحد قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث وتوضئي غير حماد بن زيد وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه وتوضئي أخبرنا قطيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت خاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله لا أطر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي أخبرنا أبو الأشعة قال حدثنا خالد بن الحارث قال سمعت هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني لا أطر أفأترك الصلاة قال لا إنما هو عرق قال خالد فيما قرأت عليه وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب عن عمر بن الحارث عن بكير أن أبا السائب أخبر أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقر عن سفيان عن أبي الزينات عن موسى بن أبي عثمان عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه أخبرنا عمر بن هشام قال حدثنا مخلد عن سفيان عن أبي العلاء عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث أنه سأل عائشة رضي الله عنها أي الليل كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ربما اغتسل أول الليل وربما اغتسل آخرة قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعى أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حمات عن برد عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها قلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره قالت كل ذلك ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعى أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان 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 إذا أراد أن يغتسل قال وَلِّنِي قَفَاكَ فَأُولِّيهِ قَفَايا فَأَسْتُرُهُ بِهِ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن مالك عن سالم عن أبي مر مولى عقيل بن أبي طالب عن أمي هانئ رضي الله عنها أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت فقال من هذا قلت أمهانه فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات في ثوب ملتحفا به أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا يحيى بن زكري بن أبي زائدة عن موسى الجهني قال أتي مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال فقال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حص سمعت أبا سلمة يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها وأخوها من الرضاع فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء فيه ماء قد رصاع فسترت سترا فاغتسلت فأفرغت على رأسها ثلاثا أخبرنا ختيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاف عن أبي جعفر قال تمارينا في الغسل عند جابر بن عبد الله فقال جابر يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ما قلنا ما يكفي صاع ولا صاعان قال جابر قد كان يكفي من كان خيرا منكم وأكثر شعرا أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري وأنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر وابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهو قدر الفرق أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام بن عروة وأنبأنا ختيفة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وأنا من إناء واحد نغترف منه جميعا أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء أغتسل أنا وهو منه أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد أخبرنا يحيى بن موسى عن سفيان عن عمر عن جابر بن زيد عن بن عباس قال أخبرتني خالتي ميمونة أنها كانت تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول حدثني ناعم مولى أم سلمة رضي الله عنها أن أم سلمة سئلت أتغتسل المرأة مع الرجل قالت نعم إذا كانت كيسة رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل نغتسل من مركا واحد نفيض على أيدينا حتى ننقيهما ثم نفيض عليها الماء قال الأعرج لا تذكر فرجا ولا تباله أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيث رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه أربع سنين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم وأخبرنا سويد بن نصر أنبأنا عبد الله عن عاصم عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأقول أنا دعلي قال سويد يبادرني وأبادره فأقول دعلي دعلي أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين أخبرنا سليمان بن منصور عن سفيان عن أيوب ابن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضها عند غسلها من الجنابة قال إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حتيات من ماء ثم تفيضين على جسدك أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهب عن مالك أن بن شهاب وهشام بن عروة حدثاه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بالعمرة فقادمت مكة وأنا حائط فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمر ففعلت فلما خضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي مكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قال أبو عبد الرحمن هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام بن عروة لم يروه أحد إلا أشهر أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناء فيصب على يديه قبل أن يدخلهما الإناء حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم يصب على رأسه من أكفيه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يمضمض ويستنشق ثم يفرغ على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده أخبرنا محمود بن غيلان أنبأنا النضر قال أنبأنا شعبة قال أنبأنا عطاء بن السائب قال سمعت أبا سلمة أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فيصب على يديه ثلاثا فيرسلهما ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل ما على فخذيه ثم يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويخب على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال وصفت عائشة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة قالت كان يغسل يديه ثلاثا ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى فيغسل فرجه وما أصابه قال عمر ولا أعلمه إلا قال يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم يصب عليه الماء أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاثا غرف ثم يفيض الماء على جسده كله أخبرنا عمر بن علي قال أنبأنا يحيا قال أنبأنا هشام بن عروة قال حدثني أبي قال حدثتني عائشة رضي الله عنها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة أنه كان يغسل يديه ويتوضأ ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره ثم يفرغ على سائر جسده أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب رأسه ثم يحفي عليه ثلاثا أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن قرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم إني لأغسل كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وهو ابن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيط فأخبرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرصة من نسك فتطهري بها قالت وكيف أتطهر بها فاستتر كذا ثم قال سبحان الله تطهري بها قالت عائشة رضي الله عنها فجذبت المرأة وقلت تتبعين بها أثر الدم أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبي أنبأنا الحسن وهو ابن صالح عن أبي إسحاق وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا عيسى عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة ثم أدخل بيمينه في الإناء فأفرغ بها على فرجه ثم غسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدركها ذلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاثة حتيات من أكفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه قالت ثم أتيته بالمنديل فردت أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن شعبة وحدثنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنوب توضى زاد عمر في حديثه وضوءه للصلاة أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضى وإذا أراد أن يأكل غسل يديه أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي سلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضى وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت غسل يديه ثم يأكل أو يشرب أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنوب قال إذا توضأ أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تطيبه الجنابة من الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال أنبأنا شعبة وأنبأنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة واللفظ له عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي عن أبي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنوب أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان عن عاصن عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يعود توضأ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لإسحاق قال حدثنا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن قميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن عمر بن مرة عن عبد الله بن سلم قال أتيت علي أنا ورجلان فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقيق قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن عمر بن مرة عن عبد الله بن سلم عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الشيباني عن أبي بردة عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل من أصحابه ما سحه ودعا له قال فرأيته يوما بكرة فحت عنه ثم أتيته حين ارتفع النهار فقال إني رأيتك فحت عني فقلت إني كنت جنبا فخشيت أن تمسني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيا قال حدثنا مسعر قال حدثني واصل عن أبي وائل عن حذيفة أن نبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فأهوى إلي فقلت إني جنب فقال إن المسلم لا ينجس أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل عنه فاغتسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة قال يا رسول الله إنك لقيتني وأنا جنب فكرت أن أجالسك حتى أغتسل فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم قال قال أبو هريرة بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال يا عائشة ناولين الثوب فقالت إني لا أصلي قال إنه ليس في يدك فناولت أخبرنا قطيبة بن سعيد عن عبيدة عن الأعمش وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد قالت إني حائد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك في يدك أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد مثله أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه الميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدان فيتلو القرآن وهي حائد وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له أنبأنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائد وهو يتلو القرآن أخبرنا 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 عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يونئ إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائد أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وعب عن عمر بن الحارث وذكر آخر عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاوف فأغسله وأنا حائد أخبرنا ختيبة بن سعيد عن مالك عن هشان بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائد أخبرنا ختيبة بن سعيد عن مالك وأنبأنا علي بن شعيب قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثل ذلك أخبرنا ختيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن المخدام بن شريح بن هامئ عن أبيه عن شريح عن عائشة رضي الله عنها سألتها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فني من العرق ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فني من القدع أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن الأعمش عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعفاه على الموضع الذي أشرب منه فيشرب من فضل سؤري وأنا حاق أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني الإناء فأشرب منه وأنا حاق ثم أعطيه فيتحرى موضع فمه فيضعه على فيه أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب أنا حاق وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضعفاه على موضعفي فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائد وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضعفاه على موضعفي أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام وأنبأنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قالا حدثنا معاده هشام واللفظ له قال حدثني أبي عن يحيا قال حدثنا أبو سلم أن زينب بنت أبي سلم حدثته أن أم سلم حدثتها قالت بينما أنا متجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فيست قلت نعم فدعاني فاتجعت معه في الخميلة أخبرنا محمد بن المسنى قال حدثنا يحيا بن سعيد عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسا يحدث عن عائشة قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث أو حائض فإن أصابه فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه ثم يعود فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك ولم يعده وصلى فيه أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمر بن شرحبيل عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر ثم يباشرها أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس والليث عن ابن شهاب عن حبيب المولى عروة عن بدي وكان الليث يقول ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصافا فخذين والركبتين في حديث الليث محتجزة به أخبرنا 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 إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو هذا الآية فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خل الجماع أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن يقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بذينار أو بنصف ذينار أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج فلما كان بسرف حدث فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لكي أنا فيست فقلت نعم قال هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر أخبرنا عمر بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم واللفل قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستذفري ثم أهلي أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو المخدام ثابت الحداد عن عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن إشار بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وكانت تكون في حجرها أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه وصلي فيه أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه قالت نعم إذا لم ير فيه أذى أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عمر بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع المائل في ثوبه أخبرنا قطيبة قال حدثنا حماد عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن الحارث بن نوفل عن عائشة قالت كنت أفرك الجنابة وقالت مرة أخرى المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عمر بن يزيد قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال الحكم أخبرني عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن عائشة قالت لقد رأيتني وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا الحسين بن حريث أنبأنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة قالت كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عائشة قالت كنت أراه في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحكه أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أفرك الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن كامل المروزي قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحطته عنه أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن أم خيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يرسله أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشان بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أناسا أو رجالا من عكل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا بالإسلام فقالوا يا رسول الله إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزودة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأتي بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم ثم تركوا في الحرة على حالهم حتى ماتوا أخبرنا محمد بن وهب حدثنا محمد بن سلم عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن طلحة بن مصرف عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال قدم أعراب من عرينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا فاجتووا المدينة حتى صفرت ألوانهم وعظمت بطونهم فبعث لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح له وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا فقتلوا راعيها واستاقوا الإبل فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدثه هذا الحديث بكفر أم بذنب قال بكفر قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا قال عن يحيا عن أنس في هذا الحديث غير طلحة والصواب عندي والله تعالى أعلم يحيا عن سعيد بن المسيب مرسلا أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد يعني بن مخلت قال حدثنا علي وهو بن صارح عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جزورا فقال بعضهم أيكم يأخذ هذا الفرس بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدا فيضعه يعني على ظهره قال عبد الله فانبعث أشقاها فأخذ الفرس فذهب به ثم أمهله فلما خر ساجدا وضعه على ظهره فأخبرت خاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية فجاءت تسعى فأخذته من ظهره فلما فرغ من صلاته قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعطبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط حتى عد سبعة من كريش قال عبد الله فوالذي أنزل عليه الكتاب لقد رأيته من صرع يوم بدر في قليب واحد أخبرنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف ردائه فبصق فيه فرد بعضه على بعض أخبرنا محمد بن بشار عن محمد حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن مهران يحدث عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه وإلا فبزق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه ودلكه أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو ذات الجيش انقطع عقد فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس وأقام الناس معه وليسوا على ما وليس معهم ما فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ما وليس معهم ما فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فما منعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ما فأنزل الله عز وجل آية التيمم فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحاف بن الصمة الأنصاري فقال أبو جهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر الجمل ولقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجذار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام أخبرنا محمد بن بشهر قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد الماء قال عمر لا تصلي فقال عمر بن ياسر يا أنير المؤمنين أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال إنما كان يكفيك فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وسلم تشكل يدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين فقال عمر نولي كما توليت أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن ناجية بن خفاف عن عمار بن ياسر قال أجنبت وأنا في الإبل فلم أجد ماء فتمعكت في التراب تمعك الدابة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال إنما كان يجزيك من ذلك أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن ابن عباس عن عمار قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولاة الجيش ومعه عائشة زوجته فانقطع عقدها من جزع الرفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذارك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيض عليها أبو بكر فقال حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله عز وجل رخصة التيمم بالصعيد قال فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا فمزحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة أنه أخبره عن أبيه عن عمار بن ياسر قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي مالك وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن بن أبزة قال كنا عند عمر فأتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين ربما نمكث الشهر والشهرين ولا نجد الماء فقال عمر أما أنا فإذا لم أجد الماء لم أكن لأصلي حتى أجد الماء فقال عمار بن ياسر أتذكر يا أمير المؤمنين حيث كنت بمكان كذا وكذا ونحن نرعى الإبل فتعلم أن أجنبنا قال نعم أما أنا فتمرغت في التراب فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال إن كان الصعيد لكا فيك وضرب بكفيه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه وبعض دراعيه فقال اتق الله يا عمار فقال يا أمير المؤمنين إن شئت لم أذكر قال لا ولكن نوليك من ذلك ما توليت أخبرنا عمر بن يزيد قال حدثنا بهزر قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن در عن ابن عبد الرحمن ابن أبزى عن أبيه أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن التيمر فلم يدر ما يقول وقال عمار أتذكر حيث كنا في سرية فأجنبت فتمعكت في التراب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا وضرب شعبة بيديه على ركبتيه ونفخ في يديه ومسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة أخبرنا إسماعيل بن مسعود أنبأنا خالد أنبأنا شعبة عن الحكم سمعت ذرا يحدث عن ابن أبزى عن أبيه قال وقد سمعه الحكم من ابن عبد الرحمن قال أجنب رجل فأتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد ماء قال لا تصلي قال له عمار أما تذكر أننا كنا في سرية فأجنبنا فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فإني تمعكت فصليت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك وضرب شعبة بكفه ضربة ونفخ فيها ثم دلك إحداهما بالأخرى ثم مسح بهما وجهه فقال عمر شيئا لا أدري ما هو فقال إن شئت لا حدثته وذكر سلمة شيئا في هذا الإسناد عن أبي مالك وزاد سلمة قال بل نوليك من ذلك ما توليت أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه الرجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد الماء فقال عمر لا تصلي فقال عمر أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب ثم صليت فلما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما فمسح بهما وجهه وكفيه شك سلمة وقال لا أدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين قال عمر نوليك من ذلك ما توليت قال شعب كان يقول الكفين والوجه والذراعين فقال له منصور ما تقول فإنه لا يذكر الذراعين أحد غيرك فشك سلمة فقال لا أدري ذكر الذراعين أم لا أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى أولم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت بالصعيد ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه على الأرض ضربة فمسح كثفيه ثم نفضهما ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على كفيه وعجه فقال عبد الله أولم تر عمرا لم يقنع بقول عمار أخبرنا سويد بن مصر قال حدثنا عبد الله عن عوف عن أبي رجاء قال سمعت عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابه ولا ما قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك أخبرنا عمر بن هشام قال حدثنا مخلد عن سفيان عن أيوب عن أبي خلابة عن عمر بن بجدان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير وناسا يطلبون خلادة كانت لعائشة نسيتها في منزل نزلته فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آية التيمم قال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا صالد قال أنبأنا شعبة أنا مخارقا أخبرهم عن طارق أن رجلا أجنب فلم يصل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أصدت فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى فأتاه فقال نحو ما قال للآخر يعني أصد أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها فذكرت ذلك له فقال إن الماء لا ينجسه شيء أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن كعب القرضي عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاع وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنتا فقال الماء طهور لا ينجسه شيء أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم وكان من العابدين عن مطرف بن طريف عن خالد بن أبي نوف عن صليط عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاع فقلت أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النتا فقال الماء لا ينجسه شيء أخبرنا الحسين بن خريث المروزي قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن محمد بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن عمر بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله دلوا من ماء فإنما بعفتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن عمر وهو ابن الحارث عن بكير أن أبا السائب حدث أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن أبي سلم أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفن توضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته أخبرنا إسحاف بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلب من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم هل يرقه ثم ليغسله سبع مرات أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث عن شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب أخبرنا عمر بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب قال ما بالهم وبال الكلاب قال ورخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب خالفه أبو هريرة فقال إحداهن بالتراب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاد بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليلسله سبع مرات أولاهن بالتراب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلح عن حميدة بنت عبيد بن رفاع عن كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل عليها ثم ذكر كلمة معناها فسكبت له وضوءا فجاءت فرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابن تأفي قلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه حيث وضعته وأنا حاءت أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رجال والنساء يتوضعون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعفة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا حاجب قال أبو عبد الرحمن واسمه سوادة بن عاصم عن الحكم بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضع الرجل لفضل وضوء المرأة أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضع بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي أخبرنا هارون بن إسحاق الكوفي قال حدثنا عبده يعني ابن سليمان عن سعيد عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضع بمد ويغتسل بنحو الصاع أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة عن الحسن عن أمه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضع بالمد ويغتسل بالصاع أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عن أبي عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حدث فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنا فستي قلت نعم قال هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن سماعة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني شام بن عروة عن عروة أنا فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها تستحاض فزعمت أنه قال لها إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي واغسلي عنك الدمى ثم صل أخبرنا هشام بن عمر قال حدثنا سهل بن هاشم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فقال إن ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تاغتسل عند كل صلاة أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دمى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبثك حيضتك ثم اكتسلي أخبرنا به قتيبة مرة أخرى ولم يذكر فيه جعفر بن ربيعة أنبأنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت سألت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطفر أفأدع الصلاة قال لا ولكن دعي قدر تلك الأيام والليالي التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي واستثري وصلي أخبرنا قتيبة عن نالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستغفر بالتوم ثم لتصل أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق وهو ابن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن يزيد بن عبد الله وهو ابن أسامة بن الهاد عن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمر بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت لا تذكر فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم لتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة أخبرنا موسى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضة إنما هو عرق فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي فكانت تغتسل عند كل صلاة أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرأك فلا تصلي وإذا مر قرأك فلتطقق لي ثم صلي ما بين القرء إلى القرق قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة ووكيع وأبو معاوية قالوا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن امرأة مضحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه عرق عاند وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن زينب بن جحش قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها مضحابة فقال تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن عمر وهو ابن علقمة بن وقاس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضأي فإنما هو عرق قال محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه وأخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي من حفظه قال حدثنا محمد بن عمر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد ولم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي والله تعالى أعلم أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماذ عن هشام بن عروة عن عائشة قالت استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فغسلي عنك الدم وتوضأي وصلي فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة قيل له فالغسل قال وذلك لا يشك فيه أحد قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه وتوضأي غير حماد والله تعالى أعلم أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام بن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصل أخبرنا قطيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي أخبرنا أبو الأشعة قال حدثنا خالد بن الحارث قال سمعت هشاما يحدث عن أبيه عن عائشة أن بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني لا أطهر أفأترك الصلاة قال لا إنما هو عرق قال خالد وفيما قرأت عليه وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي أخبرنا عمر بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال قالت أم عاطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن أنس قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن ولا يشاربوهن ولا يجامعوهن في البيوت فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خل الجماع فقالت اليهود ما يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمرنا إلا خالفنا فقام أخيد بن حضير وعباد بن بشر فأخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا أن جامعهن في المحيض فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعورا شديدا حتى ظننا أنه قد غضب فقاما فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لبن فبعث في آثارهما فردهما فسقاهما فعرف أنه لم يغضب عليهما أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا عن شعبه قال حدثني الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام وأنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي وأنبأنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيا بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بينما أنا متجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حدت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فيستي قلت نعم فدعاني فتجعت معه في الخميلة واللفظ لعبيد الله بن سعيد أخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيا عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسا يحدث عن عائشة قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حاطط فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده ثم صلى فيه ثم يعود فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك غسل مكانه لم يعده وصلى فيه أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمر بن شرحبيل عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا حاض أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر ثم يباشرها أخبرنا هنال بن السري عن ابن عياش وهو أبو بكر عن صدقة بن سعيد ثم ذكر كلمة معناها حدثنا جميع بن عمير قال دخلت على عائشة مع أمي وخالتي فسألتاها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداك قالت كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع ثم يلتزو صدرها وثديها أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وعب عن يونس والليف عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بديه وكان الليف يقول ندب مولاة ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين في حديث ليس تحتجز به أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف قال أنبأنا يزيل بن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه شريح أنه سأل عائشة هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارق كان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه من قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح أخبرني أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن الأعمش عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعفاه على الموضع الذي أشرب منه ويشرب من فضل شرابي وأنا حائط أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سمعت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني الإناء فأشرب منه وأنا حائط ثم أعطيه فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كنت أشرب من القدح وأنا حائط فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضعفاه على موضع فيه فيشرب منه وأتعرق من العرق وأنا حائط فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضعفاه على موضع فيه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له قالا حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة قالت كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائط وهو يقرأ القرآن أخبرنا عمر بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلاب عن معاذة العدوية قالت سألت امرأة عائشة أتقضي الحائض الصلاة فقالت أحرورية أنت قد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بقضاء أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم قال قال أبو هريرة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال يا عائشة ناولين الثور فقالت إني لا أصلي فقال إنه ليس في يدك فناولت أخبرنا تتيبة عن عبيدة عن الأعمش وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد فقلت إني حائد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك في يدك قال إسحاق أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد مثله أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه أن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدان فيتل القرآن وهي حائد وتقوم إحدان بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائد أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائد وهو معتكف فيناولها رأسه وهي في حجرتها أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثني سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائد أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل وهو ابن عياض عن الأعمش عن تميم ابن سلمة عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائد أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائد أخبرنا عمر بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كانت أم عظية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قالت نعم بأبا قال لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدنا الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى أخبرنا محمد بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية بنت حيي قد حابت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبثنا ألم تكن طافت معكن بالبيت قالت بلى قال فاخرج أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جعفر بن عبد الله في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مرها أن تغتسل وتهل أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوارث عن حسين يعني المعلم عن ابن بريدة عن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حمد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وكانت تكون في حجرها أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حتيه وقرصيه وانضحيه وصلي فيه أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب قال حقيه بضلع واجسليه بماء وسدر أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وقب عن عمر بن الحارث أن أبا السائب حدث أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضع أخبرنا أحمد بن صالح البغدادي قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثني بن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة أخبرنا أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يغتسل منه أخبرنا قتيبة قال لا يقولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه قال سفيان قالوا لهشام يعني بن حسام أن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة فقال إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثا لم يرفع أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عطاء عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن مجزأة بن زاهر أنه سمع عبدالله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم تخبرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس اللهم تخبرني بالثلج والبرد والماء البارد أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا حدثنا إبراهيم بن يزيد عن رقبة عن مجزأة الأسلم عن ابن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم طحرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طحرني من الذنوب كما يطحر الثوب الأبيض من الدنس أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة كيف كان نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة أيغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل قال كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن برد عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال دخلت على عائشة فسألتها فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره قالت كل ذلك كان ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعى أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والسطر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ستير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارع بشيء أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيدة عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء قالت فسترته فذكرت الغسل قالت ثم أتيته بخرقة فلم يردها أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أيوب عليه الصلاة والسلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحفي في ثوبه قال فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك قال بلى يا رب ولكن لا غنى بي عن بركاتك أخبرنا القاسم بن زكري بن دينار قال حدثني إسحاق عن منصور عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في الإناء وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام وأخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وأنا من إناء واحد نغترف منه جميعا وقال سويد قالت كنت أنا أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء أغتسل أنا وهو منه أخبرنا محمد بن بشار عن محمد حدثنا شعبة عن عاصم وأخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبدالله عن عاصم عن معاذة عن عائشة قال كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد أبادره ويبادرني حتى يقول دعي لي وأقول أنا دعلي قال سويد يبادرني وأبادره فأقول دعلي دعلي أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال حدثتني أمهان أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يبتسل قد سترته بثوب دونه في قصعة فيها أثر العجيم قالت فصلت ضحى فما أدري كم صلى حين قضى غسلة أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن إبراهيم بن طحمان عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير أن عائشة قالت لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما أنقض لي شعرا حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سعد وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت بن عمر يقول لأن أصبح مطليا بقطيران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضح طيبا فدخلت على عائشة فأصبرتها بقوله فقال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه ثم أصبح محرما أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمون فقالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسله ماء قالت هذه غسلة للجنابة أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يضرب بيده على الأرض ثم يمسحها ثم يغسلها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه وعلى سائر جسده ثم يتنحى فيغسل رجليه أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلد بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرة أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن الأشعة بن أبي الشعفاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في طهوره وتنعوله وترجله وقال بواسط في شأنه كله أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله هو ابن سماعة قال أنبأنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة وعن عمر بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغ عن الغسل من الجنابة واتسقط الأحاديث على هذا يبدأ فيفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثة ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصب بها على فرجه ويده اليسرى على فرجه فيغسل ماه نالك حتى ينقيه ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها ثم يغسل يديه ثلاثة ويستنشق ويمطمض ويغسل وجهه وذراعه ثلاثا ثلاثة حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء فهكذا كان غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجناب غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل رأسه بأصابعه حتى إذا خيل إليه أنه قد استبرأ البشر غرف 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 على رأسه ثلاثا ثم غسل سائر جسده أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن حمضلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجناب دعا بشيء نحو القلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفه فقال بهما على رأسه أخبرنا عبيض الله بن سعيد عن يحيا عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق وأنبأنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سليمان بن سرد يحدث عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الغسل فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة لفظ سويد أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن مخول عن أبي جعفر عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أفرغ على رأسه ثلاثة أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا وحيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله كيف أغتسل عند الطهور قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها قالت كيف أتوضأ بها قال توضئي بها ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح وأعرض عنها ففطنت عائشة لما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأخذتها وجبدتها إلي فأخبرتها بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبن جعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت اختسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فغسل فرجه ودلك يده بالأرض أو الحائط ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض على رأسه وسائر جسده أخبرنا عمر بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة الوداع فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع فقال اغتسلي ثم استثثري ثم أهل أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن عن أبي إسحاق وأنبأنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغصم أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه قال قالت عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال حدثنا هشيب قال أنبأنا سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدرك الرجل من أمة الصلاة يصلي وأعطيت الشفاعة ولم يعط نبي قبلي وبعثت إلى الناس كافة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة أخبرنا مسلم بن عمر بن مسلم قال حدثني بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سواد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن رجلين تيمما وصليا ثم وجدا ماء في الوقت فتوضأ أحدهما وعاد لصلاته ما كان في الوقت ولم يعد الآخر فسألا النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر أما أنت فلك مثل سهم جمع أخبرنا سويد بن مصر قال حدثنا عبد الله عن ليك بن سعد قال حدثني عميرة وغيره عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار أن رجلين وساق الحديث أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال تذاكر علي والنقداد وعمار فقال علي إن امرأ مذا وإني أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فيسأله أحدكما فذكر لي أن أحدهما ونسيته سأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك المذيو إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه وليتوضع وضوءه للصلاة أو كوضوء الصلاة الاختلاف على سليمان أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبيدة قال حدثنا سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء أخبرنا محمد بن عبد الأعمى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان الأعمش قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد فسأله فقال فيه الوضوء الاختلاف على بكير أخبرنا أحمد بن عيسى عن ابن وهم وذكر كلمة معناها أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال علي رضي الله عنه أرسلت المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن المذي فقال توضأ وانضح فرجك قال أبو عبد الرحمن مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله عن ليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار قال أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل ذكره ثم ليتوضأ أخبرنا عطبة بن عبد الله قال قرأ على مالك وأنا أسمع عن أبي نظر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من المرأة فخرج منه المذي فإن عند ابنته وأنا أستحي أن أسأله فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا محمد بن مسلم الزغري قال حدثني سعيد بن المسيب قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أخبرنا قتيبة قال حدثنا داود عن عمر عن كريب عن كريب عن ابن عباس قال الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف وليرقد أخبرنا قتيبة عن سفيان عن عبد الله يعني ابن أبي بكر قال على أثره قال أبو عبد الرحمن ولم أتقنه عن عروة عن بسرة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضع أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا محمد بن سواء عن شعبة عن معمر عن الزهري عن عروة بن زبير عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضع أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن مروان بن الحكم أنه قال الوضوء من مس الذكر فقال مروان أخبرتنيه بسرة بنت صفوان فأرسل عروة قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوضأ منه فقال من مس الذكر أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ قال أبو عبد الرحمن هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم أخبرنا أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن الدستوائي قال حدثنا ختادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا عند البيت بين النائم واليقضان إذ أقبل أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت بطسط من ذهب ملآن حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن فغسل القلب بماء زمزم ثم ملأ حكمة وإيمانا ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار ثم انطلقت مع جبريل عليه السلام فأتينا السماء الدنيا فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء جاء فأتيت على آدم عليه السلام فسلمت عليه قال مرحبا بك من ابن ونبي ثم أتينا السماء الثانية قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد فمثل ذلك فأتيت على يحيا وعيسى فسلمت عليهما فقالا مرحبا بك من أخ ونبي ثم أتينا السماء الثالثة قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد فمثل ذلك فأتيت على يوسف عليه السلام فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخ ونبي ثم أتينا السماء الرابعة فمثل ذلك فأتيت على إدريس عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي ثم أتينا السماء الخامسة فمثل ذلك فأتيت على هارون عليه السلام فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخ ونبي ثم أتينا السماء السادسة فمثل ذلك ثم أتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فلما جاوزته بكى قيل ما يبكيك قال يا ربي هذا الغلام الذي بعدته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر وأفضل مما يدخل من أمتي ثم أتينا السماء السابعة فمثل ذلك فأتيت على إبراهيم عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي ثم رفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك فإذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم ثم رفع لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا في أصلها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالفرات والنيل ثم فرضت علي خمثون صلاة فأتيت على موسى فقال ما صنعت قلت فرضت علي خمثون صلاة قال إني أعلم بالناس منك إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لن يطيقوا ذلك فرجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنه فرجعت إلى ربي فسألته أن يخفف عني فجعلها أربعين ثم رجعت إلى موسى عليه السلام فقال ما صنع قلت جعلها أربعين فقال لي مثل مقالته الأولى فرجعت إلى ربي فجعلها أشرين ثم عشرة ثم خمسة فأتيت على موسى عليه السلام فقال لي مثل مقالته الأولى فقلت إني أستحي من ربي عز وجل أن أرجع إليه فنودي أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجدي بالحسنة عشر أمثالها أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أنس بن مالك وابن حزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله عز وجل على أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى أمر بموسى عليه السلام فقال ما فرض ربك على أمتك قلت فرض عليهم خمسين صلاة قال لي موسى فراجع ربك عز وجل فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت ربي عز وجل فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت ربي عز وجل فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي عز وجل أخبرنا عمر بن هشام قال حدثنا مخلد عن سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا يزيد بن أبي مالك قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها فركبت ومعي جبريل عليه السلام فسرت فقال انزل فصلي ففعل فقال أتدري أين صليت صليت بطيبة وإليها المهاجر ثم قال انزل فصلي فصليت فقال أتدري أين صليت صليت بطور سجناء حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام ثم قال انزل فصلي فنزلت فصليت فقال أتدري أين صليت صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السلام فقدمني جبريل حتى أممتهم ثم صعد بي إلى السماء الدنيا فإذا فيها آدم عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء الثانية فإذا فيها ابناء الخالق عيسى ويحيا عليهم السلام ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فإذا فيها يوسف عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فإذا فيها هارون عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فإذا فيها إدريس عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء السابعة فإذا فيها إبراهيم عليه السلام ثم صعد بي فوق سبع سماوات فأتينا سبرة المنتهى فغشيتني ضبابة فخررت ساجدا فقيل لي إني يوم خلقت السماوات والأرض فردت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة فقم بها أنت وأمتك فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألني عن شيء ثم أتيت على موسى فقال كم فرض الله عليك وعلى أمتك قلت خمسين صلاة قال فإنك لا تستطيع أن تقوم بها أنت ولا أمتك فرجع إلى ربك فاسأله التخفيف فرجعت إلى ربي فخفف عني عشرة ثم أتيت موسى فأمرني بالرجوع فرجعت فخفف عني عشرة ثم رددت إلى خمس صلوات قال فرجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتين فما قاموا بهما فرجعت إلى ربي عز وجل فسألته التخفيف فقال إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة فخمس بخمسين فقم بها أنت وأمتك فعرفت أنها من الله تبارك وتعالى فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال أرجع فعرفت أنها من الله صرى أي حتم فلم أرجع أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن مرة عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة وإليها ينتهي ما عرج به من تحتها وإليها ينتهي ما أهبط به من فوقها حتى يقبض منها قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب فأعطي ثلاثة الصلوات الخمس وخواتيم ثورة البقرة ويغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئا المقحمات أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث أن عبد ربه بن سعيد حدثه أن البناني حدثه عن أنس بن مالك أن الصلوات فرضت بمكة وأن ملكين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبا به إلى زمزم فشقا بطنه وأخرجا حشوه في طص من ذهب فغسلاه بماء زمزم ثم كبسا جوفه حكمة وعلما أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أولما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر أخبرنا محمد بن هاشم البعل بكي قال أنبأنا الوليد قال أخبرني أبو عمر يعني الأوزاعي أنه سأل الزهري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة إلى المدينة قال أخبرني عروة عن عائشة قالت فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم أول ما فرضها ركعتين ركعتين ثم أتمت في الحضر أربعة وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى أخبرنا قتيبة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى أبو عبد الرحمن قالا حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخمس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرضت الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيفي عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارف بن هشام عن أمية بن عبد الله بن خارد بن أسير أنه قال لابن عمر كيف تقصر الصلاة وإنما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم فقال ابن عمر يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلان فعلمنا فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر قال الشعيسي وكان الزهري يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفهم ما يقول حتى دنى فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع قال وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أخبرنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتالة عن أنس قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم افترض الله عز وجل على عباده من الصلوات قال افترض الله على عباده صلوات خمسة قال يا رسول الله هل قبلهن أو بعدهن شيئا قال افترض الله على عباده صلوات خمسة فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئا ولا ينقص منه شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق ليدخلن الجنة أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال أخبرني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فرددها ثلاث مرات فقدمنا أيدينا فبايعناه فقلنا يا رسول الله قد بايعناك فعلا قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وأسر كلمة ففية أن لا تسأل الناس شيئا أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنا رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول الوتر واجب قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعتربت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عبادة كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عبد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عبد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا أخبرنا الحسين بن حريث قال أنبأنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أخبرنا أحمد بن حرب حدثنا محمد بن ربيع عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة أخبرنا أبو داود قال حدثنا هارون هو ابن إسماعيل الخزاز قال حدثنا همام عن قتاد عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال قدمت المدينة قال قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال فقلت إني دعوت الله عز وجل أن يسر لي جليسا صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته فإن صلحت فقد أثلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر قال همام لا أدري هذا من كلام قتادة أو من الرواية فإن انتقص من فريضته شيء قال انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما نقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك خالفه أبو العوام أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعيب يعني ابن بيان ابن زياد ابن ميمون قال كتب علي بن المديني عنه أخبرنا أبو العوام عن قتادة عن الحسن ابن زياد عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن وجدت تامة كتبت تامة وإن كان انتقص منها شيء قال انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا النضر ابن شميل قال أنبأنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد صلاته فإن كان أكملها وإلا قال الله عز وجل انظروا لعبدي من تطوع فإن وجد له تطوع قال أكملوا به الفريضة أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقافي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله وأبوه عثمان بن عبد الله أنه ما سمعا موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها كأنه كان على راحلته أخبرنا ختيبة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمعا أنسا قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة وبجل حليفة العصر ركعتين أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة قال ابن المثنى إلى البطحاء فتوضأ وصل الذهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكير قال حدثنا مصعر وابن أبي خالد والبختري ابن أبي البختري كلهم سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رويبة الثقافي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلجى النار من صلى قبل طروع الشمس وقبل غروبها أخبرنا قطيبة عن مالك عن زيد بن أسزم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة عن أبي حسان عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثني يحيا عن هشام قال حدثني يحيا بن أبي كثير عن أبي خلابة قال حدثني أبو المليح قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا منصور بن زاذان عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق الناج عن أبي سعيد الخدري قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الظهر قدر ثلاثين آية قدر سورة السجدة في الركعتين الأوليين وفي الأخرين على النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر وحزرنا قيامه في الركعتين الأخرين من العصر على النصف من ذلك أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن أبي عوان عن منصور النزاذان عن الوليد أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر فيقرأ قدر ثلاثين آية في كل ركعة ثم يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر خمسة عشرة آية أخبرنا قطيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بالحليفة ركعتين أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال أنبأنا جعفر بن ربيعة أن عراك بن مالك حدث أن نوفل بن معاوية حدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله ومالك قال عراك وأخبرني عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله ومالك خالفه يزيد بن أبي حبيب أخبرنا عيسى بن حمد زغبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أنه بلغه أن نوفل بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وطر أهده وماله قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي صلاة العصر خالفه محمد بن إسحاق أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك قال سمعت نوفل بن معاوية يقول صلاة من فاتته فكأنما وطر أهده وماله قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال رأيت سعيد بن جبير بجمع أقام فصلى المغرب ثلاث ركعات ثم أقام فصلى يعني العشاء ركعتين ثم ذكر أن ابن عمر صنع بهم مثل ذلك في ذلك المكان وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك في ذلك المكان أخبرنا نصر بن علي بن نصر عن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قال أعتم رفور الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان فخرج رفور الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن يومئذ أحد يصلي غير أكل المدينة أخبرنا عمر بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم قال صلى بنا سعيد بن جبير بجمع المغرب ثلاثا بإقامة ثم سلم ثم صلى العشاء ركعتين ثم ذكر أن عبد الله بن عمر فعل ذلك وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أخبرنا عمر بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت سعيد بن جبير قال رأيت عبد الله بن عمر صلى بجمع فأقام فصلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء ركعتين ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في هذا المكان أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة الجمع على صبات أحدكم وحدة بخمسة وعشرين جزءا ويجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر وقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أخبرنا عمر بن علي ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني أبو بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار أحد صلى قبل طبوع الشمس وقبل أن تغرب أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر شهر أو سبعة عشر شهر شك سفيان وصرف إلى القبلة أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهر ثم إنه وجه إلى الكعبة فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا إلى الكعبة أخبرنا عيسى بن حمد زغبة وأحمد بن عمر بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه تتوجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة أخبرنا عمر بن علي ومحمد بن المثنى عن يحيا عن عبد الملك قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة وفيه أنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله أخبرنا قطيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به قال مالك قال عبد الله بن دينار وكان ابن عمر يفعل ذلك أخبرنا قطيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة أخبرنا قطيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل عليه السلام قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر أعلم ما تقول يا عروة فقال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات أخبرنا يا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أنت سمعت قال كما أسمعك الساعة فقال سمعت أبي يسأل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان لا يباري بعض تأخيرها يعني العشاء إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته قال كان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية والمغرب لا أدري أي حين ذكر ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى بهم صلاة الظهر أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا قيل لأبي إسحاق في تعجيلها قال نعم أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني حمزة العائبي قال سمعت أنس بن ماذك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي الظهر فقال رجل وإن كانت بنصف النهار قال وإن كانت بنصف النهار أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا خالد بن دينار أبو خلدة قال سمعت أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد للصلاة وإذا كان البرد عجل أخبرنا ختيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلم بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيعج جهنم أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي وأنبأنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص وأنبأنا عمر بن منصور قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن ثابت بن قيس عن أبي موسى يرفعه قال أبردوا بالظهر فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم أخبرنا الحسين بن حريث قال أنبأنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم فصل الصبح حين طلع الفجر وصل الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل ثم جاءه الغد وصل به الصبح حين أسفر قليلا ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل ثم قال الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأذرمي قال حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا ثور حدثني سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقية الصلاة فقال صل معي وصل الظهر حين زاغت الشمس والعصر حين كان في كل شيء مثله والمغرب حين غابت الشمس والعشاء حين غاب الشفق قال ثم صل الظهر حين كان فيء الإنسان مثله والعصر حين كان فيء الإنسان مثله والمغرب حين كان قبيل غيبوبة الشفق قال عبد الله بن الحارث ثم قال في العشاء أرى إلى ثلث الليل أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله عن مالك قال حدثني الزهري وإصحاق بن عبد الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصل العصر ثم يذهب الداهب إلى قباء فقال أحدهما فيأتيهم وهم يصلون وقال الآخر والشمس مرتفع أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصل العصر والشمس مرتفعة حية ويذهب الداهب إلى العوالي والشمس مرتفعة أخبرنا إصحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي الأبيض عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلقة أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر قلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي أخبرنا إصحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو علقمة المدني قال حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة قال صلينا في زمان عمر بن عبد العزيز ثم انصرفنا إلى ألس بن مالك فوجدناه يصلي فلما انصرف قال لنا صليتم قلنا صلينا الظهر قال إني صليت العصر فقالوا له عجلت فقال إنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر قلنا لا إنما انصرفنا الساعة من الظهر قال فصل العصر قال فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق جلس يرقب صلاة العصر حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله أخبرنا يوسف بن واضح قال حدثنا قدامته يعني ابن شهاب عن برد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل الظهر حين زالت الشمس وأتاه حين كان الظل مثل شخصه فصنع كما صنع فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل العصر ثم أتاه حين وجبت الشمس فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل المغرب ثم أتاه حين غاب الشفق فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العشاء ثم أتاه حين انشق الفجر فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الغداء ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصنع مثل ما صنع بالأمس فصل الظهر ثم أتاه حين كان ضل الرجل مثل شخصي فصنع كما صنع بالأمس فصل العصر ثم أتاه حين وجبت الشمس فصل المغرب فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا فأتاه فصنع كما صنع بالأمس فصل العشاء ثم أتاه حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة فصنع كما صنع بالأمس فصل الغداء ثم قال ما بين هاتين الصلاتين وقت أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس أو أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته أخبرنا قطيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثون عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر أخبرنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ أنه طاف مع معاذ بن عفراء فلم يصلي فقلت ألا تصلي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس أخبرني عمر بن هشام قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة فقال أقم معنا هذين اليومين فأمر بلالاً فأقام عند الفجر فصل الفجر ثم أمره حين زاد في الشمس فصل الظهر ثم أمره حين رأى الشمس بيضاء فأقام العصر ثم أمره حين وقع حاجب الشمس فأقام المغرب ثم أمره حين آب الشقق فأقام العشاء ثم أمره من الغد فنور بالفجر ثم أبرد بالظهر وأنعم أن يبرد ثم صلى العصر والشمس بيضاء وأخر عن ذلك ثم صلى المغرب قبل أن يغيب الشقق ثم أمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل فصلىها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت حسان بن بلال عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون مع نبي الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجعون إلى أهاليهم إلى أقصى المدينة يرمون ويقصرون مواقع سهامهم أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن نعيم الحضرمي عن ابن جبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رفول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص قال إن هذه الصلاة عرضت على من كان خبلكم فضيعوها ومن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد وشاهدوا النجم أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا أيوب الأزدي يحدث عن عبد الله بن عمر قال شعبة كان ختادة يرفعه أحيانا وأحيانا لا يرفعه قال وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفاق ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس أخبرنا عبدة بن عبد الله وأحمد بن سليمان واللفلة قال حدثنا أبو داود عن بدر بن عثمان قال املاء عليه حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا فأمر بلالا فأقام بالفجر حين انشقه ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول أنتصف النهار وهو أعلم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفع ثم أمره فأقام بالمغرب حين غربت الشمس ثم أمره فأقام بالعشاء حين هاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حين انصرف والقائل يقول طلعت الشمس ثم أخر الظهر إلى قريب من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف والقائل يقول احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل ثم قال الوقت فيما بين هذين أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت قال حدثني الحسين بن بشير بن سلام عن أبيه قال دخلت أنا ومحمد بن علي على جابر بن عبد الله الأنصاري فقلنا له أخبرنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك زمن الحجاج بن يوسف قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراك ثم صلى العصر حين كان الفيء قدر الشراك وظل الرجل ثم صلى المغرب حين غابت الشمس ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ثم صلى من الغد الظهر حين كان الظل أولى الرجل ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل قدر ما يسير الراكب سير العنق إلى ذي الحليفة ثم صلى المغرب حين غابت الشمس ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل شك زين ثم صلى الفجر فأسفر أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيا قال حدثنا عوف قال حدثني سيار بن سلامة قال دخلت على أبي برزة فسأله أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحب الشمس وكان يصلي العصر حين يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسة وكان يقرأ بالستين إلى المئة أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن حسين بن علي بن حسين قال أخبرني وهب بن كيسان قال حدثنا جابر بن عبد الله قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فقال قم يا محمد فصل الظهر حين مالت الشمس ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال قم يا محمد فصل العصر ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال قم فصل المغرب فقام فصلها حين غابت الشمس سواء ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال قم فصل العشاء فقام فصلها ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح قم يا محمد فصل فقام فصل الصبح ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال قم يا محمد فصل فصل الظهر ثم جاءه جبريل عليه السلام حين كان فيء الرجل مثله فقال قم يا محمد فصل فصل العصر ثم جاءه للمهرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال قم فصل فصل المهرب ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال قم فصلي فصل العشاء ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا فقال قم فصلي فصل الصبح فقال ما بين هذين وقت كله أخبرنا عمر بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمر بن حسن قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصرة والشمس بيضاء نقية والمغرب إذا وجبت الشمس والعشاء أحيانا كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن رقبة عن جعفر بن إياس عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس بميقات هذه الصلاة عشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال والله إني لأعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر الثالثة أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عوف عن سيار بن سلام قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي أخبرنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحط الشمس وكان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية قال ونسيت ما قال في المغرب قال وكان يستحب أن تؤخر صلاة العشاء التي تدعونها العتمة قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يمتتل من صلاة الغدات حين يعرف الرجل جليسة وكان يقرأ بالستين إلى المئة أخبرني إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد واللفظ له قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العتمة إماما أو خلوى قال سمعت ابن عباس يقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعتمة حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر فقال الصلاة الصلاة قال عطاء قال ابن عباس خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه قال وأشار فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه فأومأ إليه كما أشار ابن عباس فبدد لي عطاء بين أصابعه بشيء من تبديد ثم وضعها فانتهى أطراف أصابعه إلى مقدم الرأس ثم ضمها يمر بها كذلك على الرأس حتى مست إبهاماه طرف الأذن مما يلي الوجد ثم على الصدغ وناحية الجبين لا يقصر ولا يبطف شيئا إلا كذلك ثم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن لا يصلوها إلا هكذا أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء عن ابن عباس وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة حتى ذهب من الليل فقام عمر رضي الله عنه فنادى الصلاة يا رسول الله رقد النساء والولدان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والماء يقطر من رأسه وهو يقول إنه الوقت لولا أن أشق على أمتي أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماه عن جابر بن سورة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة أخبرني عمر بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا ابن أبي عبلة عن الزهري وأخبرني عمر بن عثمان قال حدثني أبي عن شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة فناداه عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما ينتظرها غيركم ولم يكن يصلي يومئذ إلا بالمدينة ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل والأفرل بن حمير أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريت وأخبرني يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريت قال أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم ابنة أبي بكر أنها أخبرت عن عائشة أم المؤمنين قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أهبأنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإشاء الآخرة فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل أو بعد فقال حين خرج إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام ثم صلى الله أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا داود عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج إلينا حتى ذهب شطر الليل فخرج فصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة من تظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وثقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤثر إلى شطر الليل أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وأنبأنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد قال سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم قال نعم أخر ليلة صلاة العشاء الآخرة إلى قريب من شطر الليل فلما أنصلى أقبل النبي صلى الله عليه وسلم علينا بوجهه ثم قال إنكم لن تزالوا في صلاة من تظرتموها قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه في حديث علي إلى شطر الليل أخبرنا عطبة بن عبد الله قال قرأت على مالك بن أنس والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلموا لو يعلموا الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلموا الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو علموا ما في العتمة والصدف لأتوهما ولو حبوا أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود هو الخضري عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم هذه فإنهم يعتمون على الإبل وإنها العشاء أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلم بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء أخبرنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتف بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه أنجابر بن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح حين تبين له الصبح أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الغداء فلما أصبحنا من الغد أمر حين انشق الفجر أن تقام الصلاة فصلى بنا فلما كان من الغد أسفر ثم أمر فأقيمت الصلاة فصلى بنا ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة ما بين هذين وقت أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصل الصبح فيلصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كن النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح متلفعات بمروطهن فيرجعن فما يعرفن أحد من الغلس أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر صلاة الصبح بغلس وهو قريب منهم فأغار عليهم وقال الله أكبر خربت خيبر مرتين إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيا عن ابن عجلان قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر أخبرنا إبراهيم بن محمد ومحمد بن المثنى ولنفضله قال حدثنا يحيا عن عبد الله بن سعيد قال حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا زكريا بن عادي قال أنبأنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قالا حدثنا خالد عن شعبة عن أبي صدقه عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل الظهر إذا زالت الشمس ويصل العصر بين صلاتيكم هاتين ويصل المغرب إذا غربت الشمس ويصل العشاء إذا غاب الشفق ثم قال على إثره يصل الصبح إلى أن ينفسح البصر أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها أخبرني يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام العطار قال حدثنا إسماعيل وهو ابن سماع عن موسى بن أعين عن أبي عمر الأوزاع عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها أخبرني موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم قال حدثنا بقية عن يونس قال حدثني الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاة أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عفاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دمت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونهى رفول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر الجهنية يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب أخبرنا قتيبة عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن نبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أنبأنا منصور عن قتادة قال حدثنا أبو العالية عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وكان من أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها أخبرنا إسماعيل بن مسعود أنبأنا خالد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى مع طلوع الشمس أو غروبها أخبرنا حميد بن مسعد قال حدثنا سفيان وهو ابن حبيب عن موسى بن علي عن أبي قال سمعت عقبة بن عامر يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف للغروب حتى تغرب أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا بن عيينة عن ضمرة بن سعيد سمع أبا سعيد الخدري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى الطلوع وعن الصلاة بعد العصر حتى الغروب حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الفجر حتى تبذغ الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس أخبرني محمود بن غيلان حدثنا الوليد قال أخبرني عبد الرحمن بن نمر عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا الفضل بن عن بسه قال حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبي قال قالت عائشة رضي الله عنها أوهم عمر رضي الله عنه إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يخيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخفر الصلاة حتى تشرت وإذا غاب حاجب الشمس فأخفر الصلاة حتى تغرب أخبرنا عمر بن منصور قال أنبأنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح قال أخبرني أبو يحيا سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة نعيم بن زياد قالوا سمعنا أبا أمامة الباهرية يقول سمعت عمر بن عباسة يقول قلت يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الأخرى أو هل من ساعة يبتغى ذكرها قال نعم إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن فإن الصلاة محضورة مشهودة إلى طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان وهي ساعة صلاة الكفار فدعي الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجر فدعي الصلاة حتى يفي ألفي ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس فإنها تغيب بين قرني شيطان وهي صلاة الكفار أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيا عن هشام قال أخبرني أبي قال قالت عائشة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قر أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر إلا صلى أمه أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت مسروقا والأسود قالا نشهد على عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندي بعد العصر صلى أمه أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي سرا ولا علانية ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد بن أبي حرملة أنه سأل عائشة عن السجدتين التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت إنه كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر وكان إذا صلى صلاة أثبتها أخبرني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر سمعت معمرا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة وأنها ذكرت ذلك له فقال هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما حتى صليت العصر أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة قال شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن معاذر قال أنبأنا أبي قال حدثنا عمران بن حدير قال سألت لاحقا عن الركعتين قبل غروب الشمس فقال كان عبد الله بن زبير يصليهما فأرسل إليه معاوية ما هاتان الركعتان عند غروب الشمس فاضطر الحديث إلى أم سلمة فقالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل العصر فشغل عنهما فركعهما حين غابت الشمس فلم أره يصليهما قبل ولا بعد أخبرنا علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل قال حدثنا سعيد بن عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال حدثنا بكر بن مضرع عمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أن أبا تميم الجيشاني قام ليركع ركعتين قبل المغرب فقلت لعقبة بن عامر انظر إلى هذا أي صلاة يصلي فالتفت إليه فرآه فقال هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان وأيوب بن محمد قال حدثنا حجاج بن محمد قال أيوب حدثنا وقال حسن أخبرني شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمر بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من أسلم معك قال حر وعبد قلت أل من ساعة أقرب إلى الله عز وجل من أخرى قال نعم جوف الليل الآخر فصل ما بدى لك حتى تصلي الصبح ثم انتهي حتى تطلع الشمس وما دامت وقال أيوب فما دامت كأنها جحفة حتى تنتشر ثم صل ما بدى لك حتى يقوم العمود على ظله ثم انتهي حتى تزول الشمس فإن جهنم تسجر نصف النهار ثم صل ما بدى لك حتى تصلي العصر ثم انتهي حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت من أبي الزبير قال سمعت عبد الله بن باباه يحدث عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد منا لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار أخبرنا قتيبة قال حدثنا مفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا كثير بن قار وندا قال سألت سالم بن عبد الله عن صلاة أبيه في السفر وسألناه هل كان يجمع بين شيء من صلاته في سفره فذكر أن صفية بنت أبي عبيد كانت تحته فكتبت إليه وهو في زراعة له أني في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من الآخرة فركب فأسرع السير إليها حتى إذا حانت صلاة الظهر قال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن فلم يرتفت حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فقال أقم فإذا سلمت فأقم فصل ثم ركب حتى إذا غابت الشمس قال له المؤذن الصلاة فقال كفعلك في صلاة الظهر والعصر ثم سار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل ثم قال للمؤذن أقم فإذا سلمت فأقم فصل ثم انصرف فالتفت إلينا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصلي هذه الصلاة أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمر عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا أخر الظهرة وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أسر مقال حدثنا حبان بن هلال حدثنا حبيب وهو ابن أبي حبيب عن عمر بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعلى ذلك من شغل وزعم بن عباس أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الأولى والعصر ثمان سجدات ليس بينهما شيء أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن شيخ من قريش قال صحبت بن عمر إلى الحمى فلما غربت الشمس هبت أن أقول له الصلاة فسار حتى ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء ثم نزل فصلى المغرب ثلاث ركعات ثم صلى ركعتين على إثرها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل أخبرني عمر بن عثمان قال حدثنا بقية عن ابن أبي حمسة وأنبأنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان والغفظ له عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء أخبرنا المؤمل بن إهاب قال حدثني يحيى بن محمد الجاري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال غابت الشمس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فجمع بين الصلاتين بسرة أخبرني عمر بن سواد بن الأسود بن عمر قال أنبأنا بن وهب قال حدثنا جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق أخبرنا محمود بن صالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا بن جابر قال حدثني نافع قال خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر يريد أرضا له فأتاه آت فقال إن صفية حدثنا بنت أبي عبيد لما بها فانظر أن تدركها فخرج مسرعا ومعه رجل من قريش يثايره وغابت الشمس فلم يقل الصلاة وكان عهدي به وهو يحافظ على الصلاة فلما أبطأ قلت الصلاة يرحمك الله فالتفت إلي ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصل المغرب ثم أقام العشاء وقد توار الشفق فصل بنا ثم أقبل علينا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير صنع هكذا أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا العطاف عن نافع قال أقبلنا مع ابن عمر من مكة فلما كان تلك الليلة سار بنا حتى أنسينا فظننا أنه نسي الصلاة فقلنا له الصلاة فسكت وسار حتى كاد الشفق أن يغير ثم نزل فصل وغاب الشفق فصل العشاء ثم أقبل علينا فقال هكذا كنا نصنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال حدثنا ابن شميل قال حدثنا كثير بن قار وندا قال سألنا سالم بن عبد الله عن الصلاة في السفر فقلنا أكان عبد الله يجمع بين شيء من الصلوات في السفر فقال لا إلا بجمع ثم أتيته فقال كانت عنده صفية فأرسلت إليه أني في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة فركب وأنا معه فأسرع السير حتى حانت الصلاة فقال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن فسار حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فقال للمؤذن أقم فإذا سلمت من الظهر فأقم مكانك فأقام فصل الظهر ركعتين ثم سلم ثم أقام مكانك فصل العصر ركعتين ثم ركب فأسرع السير حتى رابت الشمس فقال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن فقال كفعلك الأول فسار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل فقال أقم فإذا سلمت فأقم فصل المهرب ثلاثا ثم أقام مكانه فصل العشاء الآخرة ثم سلم واحدة تلقاء وجهه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم أمر يخشى فوته فليصل هذه الصلاة أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن نوسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أو حزبه أمر جمع بين المغرب والعشاء أخبرنا محمد بن منصور قال أنبأنا سفيان قال سمعت الزهرية قال أخبرني سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهر والعصر الزهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة واسمه غزوان قال حدثنا الفضل بن موسى عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمدينة يجمع بين الصلاتين بين الزهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر قيل له لما قال لألا يكون على أمته حرج أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن عمر بن دينار عن أبي الشعفاء عن ابن عباس قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا أخبرني إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن جابر بن عبد الله قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمره فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصل الظهر ثم أقام فصل العصر ولم يصل بينهما شيئا أخبرنا قتيبة بن سعيد عن نالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حيث أفاض من عرفات فلما أتى جمعا جمع بين المغرب والعشاء فلما فرر قال فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان مثل هذا أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين إلا بجمع وصل الصبح يومئذ قبل وقتها أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة ومحمد بن أبي حرملة عن كريب عن ابن عباس عن أسامة بن زيد كان النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفة فلما أتى الشعب نزل فبال ولم يقل أهراق الماء قال فصببت عليه من إداوة فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت لبو الصلاة فقال الصلاة أمامك فلما أتى المزدلفة صلى المغرب ثم نزعوا رحا لهم ثم صلى العشاة أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا شعبة قال أخبرني الوليد بن العزار قال سمعت أبا عمر الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله عز وجل أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو معاوية النفعي سمعه من أبي عمر عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال إقام الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله عز وجل أخبرنا يحيى بن حكيم وعمر بن يزيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه كان في مسجد عمر بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه فقال إني كنت أوتر قال وسئل عبد الله هل بعد الأذان وفر قال نعم وبعد الإقامة وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى واللفظ ليحيا أخبرنا قطيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها أخبرنا حميد بن مسعدة عن يزيد قال حدثنا حجاج الأحول عن قتادة عن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها قال كفارتها أن يصليها إذا ذكرها أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباع عن أبي قتادة قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله وهو ابن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى حين ينتبه لها أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا أبو حدثنا حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نسيت الصلاة فصل إذا ذكرت فإن الله تعالى يقول أقن الصلاة لإكري قال عبد الأعلى حدثنا به يعلى مختصرا أخبرنا عمر بن سواد بن الأسود بن عمر قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال أقن الصلاة لذكري أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن معمر عن زهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصل لها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول أقن الصلاة للذكرة قلت للزهري هكذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أخبرنا هنال بن السري عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن مريد بن أبي مريم عن أبي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأسرينا ليلة فلما كان في وجه الصبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام ونام الناس فلم نستيقظ إلا الشمس قد طلعت علينا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن ثم صلى ركعتين قبل الفجر ثم أمره فأقام فصلى بالناس ثم حدثنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام التستوائي عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والأشاء فاشتد ذلك عليه فقلت في نفسي نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام فصلى بنا الظهر ثم أقام فصلى بنا العصر ثم أقام فصلى بنا المغرب ثم أقام فصلى بنا العشاء ثم طاف علينا فقال ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغدات أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أسرم قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلم عن عمر بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سفر له من يكلأنا الليلة لا نرقد عن صلاة الصبح قال بلال أنا فاستقبل مطلع الشمس فضلب على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمس فقاموا فقال توضأوا ثم أذن بلال فصلى ركعتين وصلوا ركعتين الفجر ثم صلوا الفجر أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا حبان بن هلال حدثنا حبيب عن عمر بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها فلم يصلي حتى ارتفعت الشمس فصلى وهي صلاة الوسطى أخبرنا محمد بن إسماعيل وإبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أله كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصار وقال بعضهم بل قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة أخبرنا ختيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر عن أبي المثنى عن ابن عمر قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متنى متنى والإقامة مرة مرة إلا أنك تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أخبرنا بشر بن معاذ قال حدثني إبراهيم وهو ابن عبد العزيز ابن عبد الملك ابن أبي محذورة قال حدثني أبي عبد العزيز وجدي عبد الملك عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقعده فألقى عليه الأذان حرفا حرفا قال إبراهيم هو مثل أذاننا هذا قلت له أعد عليه قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ثم قال بصوت دون ذلك الصوت يسمع من حوله أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن همام بن يحيا عن عامر بن عبد الواحد حدثنا مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة ثم عدها أبو محذورة تسع عشرة كلمة وسبع عشرة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أخبرنا إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد هو اللفظ له قالا حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز الأخبر وكان يتيما في حجر أبي محذورة حتى جهزه إلى الشام قال قلت لأبي محذورة إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينه فأخبرني أن أبا محذورة قال له خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين مغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين فلخينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون فظللنا نحكيه ونهزأ به فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع فأشار القوم إليه وصدقوا فأرسلهم كلهم وحبسني فقال قم فأذن بالصلاة فقمت فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه قال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال ارجع فامدد صوتك ثم قال قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة فقال قد أمرتك به فخدمت على عتاب بن أسيد عامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن ابن جريت عن عثمان بن السائد قال أخبرني أبي وأم عبد الملك ابن أبي محذورة عن أبي محذورة قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين خرجت عاشر عشرة من أهل مكة نطلبهم فسمعناهم يؤذنون بالصلاة فقمنا نؤذن نستهزئ بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت فأرسل إلينا فأذننا رجل رجل وكنت آخرهم فقال حين أذنت تعال فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبرك علي ثلاث مرات ثم قال اذهب فأذن عند البيت الحرام قلت كيف يا رسول الله فعلمني كما تؤذنون الآن بها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح قال وعلمني الإقامة مرتين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال ابن جريج أخبرني عثمان هذا الخبر كله عن أبيه وعن أم عبد الملك ابن أبي محذورة أنه ما سمعا ذلك من أبي محذورة أخبرنا حاجب ابن سليمان عن وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي خلاب عن مالك ابن الحوير ثقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي وقال مرة أخرى أنا وصاحب لي فقال إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي خلاب عن مالك ابن الحوير ثقال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أننا قد اشتقنا إلى أهلنا فسألنا عمن تركناه من أهلنا فأخبرنا فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم وعلموهم ومروهم إلى حضرة الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلاب عن عمر بن سلم فقال لي أبو قلاب هو حي أفلا تلقاه قال أيوب فلقيته فسألته فقال لما كان وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم فذهب أبي بإسلام أهل حوائنا فلما قدم استقبلنا فقال جئتكم والله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قالت ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن هشيم قال أنبأنا منصور عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المعتمر بن سليمان عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم وليس أن يقول هكذا يعني في الصبح أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حميد عن أنس أنسائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصبح فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر فلما كان من الغد أخر الفجر حتى أسفر ثم أمره فأقام فصلى ثم قال هذا وقت الصلاة أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيف عن أبي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بلال فأذن فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا أخبرنا محمد بن سلم قال أنبأنا بن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني عن أبي أنه أخبر أن أبا سعيد الخدرية قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قالا حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا شعب عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيا عن أبي هريرة سمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له بمد صوته ويشهد له كل رقب ويارس أخبرنا محمد بن المسن قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي إسحاق الكوفي عن البراء بن عازب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رقب ويابس وله مثل أجر من صلى معه أخبرنا يسويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن أبي جعفر عن أبي سلمان عن أبي محذورة قال كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في أذان الفجر الأول حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد نحوه قال أبو عبد الرحمن وليس بأبي جعفر الفرر أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعيلا قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن بلال قال آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال كان آخر أذان بلال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود مثل ذلك أخبرنا سويد قال قال حدثنا عبد الله عن يونس بن أبي إسحاق عن محارب بن ديثار قال حدثني الأسود بن يزيد عن أبي محذورة أن آخر الأذان لا إله إلا الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمر بن دينار عن عمر بن أوسن يقول أنبأنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مطيرة في السفر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال أخبرنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال أنبأنا جعفر بن محمد عن أبيه أنجابر بن عبد الله قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفه فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاهت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصل الظهر ثم أقام فصل العصر ولم يصل بينهما شيئا أخبرني إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أنجابر بن عبد الله قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يصل بينهما شيئا أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنا معه بجمع فأذن ثم أقام فصل بنا المغرب ثم قال الصلاة فصل بنا العشاء ركعتين فقلت ما هذه الصلاة قال هكذا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان أخبرنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعفة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة ثم حدث عن ابن عمر أنه صنع مثل ذلك وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل وهو بن أبي خالد قال حدثني أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع بإقامة واحدة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سارم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينك ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا